موسيقى أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وصلت درجات الحرارة في العراق إلى 47 و 48 درجة مئوية مع بداية شهر تموز اللاهب ومع هذا الجو الحار يشكو العراقيون من رداءة تجهيز الطاقة الكهربائية على الرغم من صرف عشرات مليارات الدولارات منذ عام 2003 ولغاية الآن فقد أكد رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظم في عام 2021 أن ما تم صرفه لغاية هذا التاريخ وصل إلى أكثر من 81 مليار دولار كما أكد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في أبريل من عام 2019 أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميجاوات ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها في الفيديو التالي مواطنون من مدينة الديوانية في محافظة القادسية يشكون من انقطاع الكهربائي منذ يومين دون بيان أي أسباب للانقطاع كما قالوا وتساءل المواطنون عن جدوى وجود ثلاث محطات لإنتاج الطاقة إلا أنهم ما زالوا يعانون منها وقلة تجهيزها وتداهورها فلنتابع هذا المقطع من الديوانية السلام عليكم أخوانكم رسالة المحافظة الديوانية المدير الطاقة المحافظة الشيخ السلداني نحن في الديواني نحن لدينا محطات كهرباء محطات رغاجية محطات الضرات محطات نحن ذلنا ثلاث المحطات كل شيء ما مثل غالين مثل من نميس واليوم لا عدنا كهرباء وحال الله يمحافظ وطفين الله وطفينه كارن يصر المرايا قامت تصنع متى حمي متى ملحط من أميس لحد هذا يومك ما وجد الكهرباء جابونا هنا محطة وقامونا في الصلاح ليلة نقلوا محمد شينو هاي شين الفريب ها والله عدنا صيانة وصارلنا تقريبا شهرين دون تابع لها الرنين يقطوناها ساعة أو يسلطونها ساعتين وثالتين وهاي من أميس الساعة بي الساعة من ثمانية باللييل من ثمانية باللييل لحد ديال بالساعة الساعة الساعة السابة 11 الصفر محمد رحموني محمد شوالله عن المركز في سياق المقاطع المتداولة التي تظهر وتؤكد رداءة الطاقة الكهربائية كانت حكومة بغداد قد أكلت بأن العراق فقد ألف ميجا واط من الكهرباء بعد توقف المحطات الغازية عن العمل بسبب انقطاع الغاز من المصدر يذكروا بأن الغاز الذي تعمل عليه محطة توليد الكهرباء مصدره إيران ودائما ما تتعمل إيران على قطع الغاز عن العراق في هذه الأوقات الحارة للضغط على الحكومة لتزديد ما عليها من الديون مقطع متداول لمواطن من قضاء عفك في محافظة القدسية ينتقد الواقع المزري لكهرباء القضاء وكثرة انقطاعها وعدم استقرارها وينقل المواطن واقع حال العراقيين وهم يعانون من رداءة التجهيز بالكهرباء ومعاناتهم في هذه الأوقات من السنة التي تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة فلنتبع طفت الكهرباء حتى بالمولدة احتروا ياكم يشغل بالمولدة تجي الوطنية يطاف بالمولدة تطف الكهرباء دوغتوني حيرتوني من نص صبيح لسي من نص صبيح لسي الكهرباء ما استقرت بقضاعفك الكهرباء زفت الكهرباء تعبانا كليش بقضاعفك وهو العراق كله بالعراق كله الكهرباء تعبانة في سنة 2023 كهرباء ماكو والمواطن العراقي يريد لنص ساعة ينام بها ماكو هسا صارت الساعة راح أصير بالأربعة ونص العصر راحة الظهرية راحة الظهرية ما خليتون ننام أبد لا نمنى ولا راح ننام وهسا طلعت من البيت همطفت الكهرباء هاي راح أقعد لكم هنا هاي قعدت لكم هنا وزارة الكهرباء كهرباء عفك قعدت لكم يلا ما ننام الظهر ماكو نوم الظهر ماكو نوم ما ننام عراقيين غير احنا عراقيين مكتوب علينا التعب ومشكلة الكهرباء سنة 2023 راح نوصل سنة 2024 راح تقضى هاي السنة وكهرباء ماكو والله جريمة هسا شي تقول علينا الدول الامارات قطر تونس هاي الدول تركية دول العالم دول أجانب شي تقولون علينا ومع كل ما ينشر وكل ما يعانيه العراقيين من معاناة بسبب الكهرباء والخدمات المتردية ومع كل هذه المناشدات يخرج المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في إحدى القنوات الفضائية ويقول بأن الكهرباء هذه السنة أفضل ولا توجد أزمة وبأن الوضع جيد دعونا نتابع ما قاله المتحدث باسم وزارة الكهرباء في إحدى اللقاءات المتلفزة فقط عن العام الماضي زيادة 4000 إلى 4500 ميجاوات شنو سويت صياناتي كلها كملت يعني أنا مو ذكرت لجنابك المحطات التي تأثرت 6 ميجاوات نعم تدرين هذه محطاتي اليوم جاهزة لأن تعمل بطاقة القصوى يعني صياناتها كاملة حالة المحطات المثالية لهم أكو وقود تطيني طاقة كاملة كان وصلت لل 26 ألف ميجاوات مع نقصان الخمسة ألاب بسبب شح الغز ماكو أزمة صح اليوم أكو تراجع بساعات أجهز أكو نقص بي بس مو أزمة اليوم بلحاظ أزمة ماكو بلحاظ تراجع تجهز بلحاظ أنه أزمة وقود وما خسرتني أزمة ماكو بحيث أنه اليوم مع هذا كله أصحاب المولدات بتسعيرة الأربعة عشر يعني أنه جتها فنيا بحسابيا بمردودات صرف فقود وبتشغيل وكذا نراها مجزية يعني اليوم جيدة الأربعة عشر ألف ميجاوات مضاف أنهما فعلا حلونا أزمة ويعني عوضوا ما فقدته المنظومة من كاربا حول استمرار تردع كاربا علاقة كثير من العراقيين حول هذه المقاطع وحول هذا التصريح ومنهم من قال على فيسبوك أحمد قال نفس الأعذار كل صيف قبل كم يوم قلت يشهد المواطن صيف مميز يا أخي لا تصرحون يقول سلام يقول عشرات السنوات وأموال بالمليارات ولحد الآن معضلة الكهرباء لم تحل وأعذار مخزية مهند يقول شنو الجديد بالموضوع نفس كل سنة تصرف المليارات على الكهرباء وبالأخير يقول لك نقص بالغاز يضحك ويقول مهزلة ومسرحية يضحكون على الشعب مالك المالك يقول عشرون سنة بلد تايه لا كهرباء لا ماء صالح للشرب للمواطنين مليارات النهبة بسم تصليح الكهرباء ومعنا اتصال من النجف أبو زينب أرحب لك معنا أبو زينب كيف تجد الكهرباء اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة في العراق مرحبا بك الله يسلمك يخليك ويعفضك شون شوف الكهرباء أبو عمر نعم شون شوف الكهرباء في صيف 2023 والله كهرباء هاي الثين وثلاثة وعشرين شوفوا خلي نرور للدول هما خلي نرور للدول هاي المساوة هاي كهرباء عسفون كهرباء كهرباء العسفون يعني المواطن مالهم مستاح ومستاح وجايد عيدهم زيان يعني خلي نرور للدول نرور للدول عيد عيد كل يومية يقعون يحدي الساعة سارباء ويسوين في قوار وماشرين شغل مواطن كل علينا انتم قصرون كافي عيب ما زال ما زال حطمت البلاد عيب عليكم يستعش ويستعون هتا يا محمد شاعر سوداني هتا شي ريش وزراء تنكي جني انتم ما تشتعون ما تشتعون مواطن اللي يستخلون هاي بنا لكم اتتويتوا للبلاد حطمت البلاد ابرمته جيل ولا حطرتونا وو اما حطرتونا واحد طالع يحكيني والله هاي جاك ربا هاي المياك لها بطوعة هو ماي مايكو بالعراق ماي 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 الله الله القاصة لين ماكو لين الحالم هاي هاي والله يعني يعني كلا نسخة كلا صات تاجحية لا ماي عثم الجمرة وزمار الشعب اما ايه بعليكم هاي يا طاقة الثانو عثم يعني بعد وين بعد عثين ومية يعني العراق صرف ابو عمر نعم العراق صرف اكثر من ثمانين مليار دولار لغاية الفين وواحد وعشرين يعني معقولة هذا المبلغ الكبير مايوفر طاقة كهربائية للمواطن العراقي خلال اربع وعشرين ساعة ومعروف بانه هناك جباية على الكهرباء والمبالغ اللي دعا تأخذ من المواطنين مو قليلة نعم مو قليلة صحيح بالنسبة هاي ثمانين مليار هاي يعني هاي بجيوب المصير بجيوب الفاسدين عمي هاي هاي براها دول براها دول مستفيدة وبرها اسرائيل وامريتا وإيران دولا مستفيدين اهم في إيران إيران هي سهية إيران هي جاي تحكم بالعراق حبيبي إيران جاي تحكم بالعراق جل ولا إيران ما يعني ان شاء الله اللهم يخلصها من حتى إيران جاي هي إيران تحكم إيران جاي تحكمهم دولا متهيرين دولا مو بجيهم ايران ايران تزود العراق بالغاز مقابل يعني اموال والعراق على يديون لغاية الان يعني ايران تقول للحكومة بالعراق لتطون كهرباء معقولة يعني نعم 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 حطموا شعب العراقي نعم 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 احنا ما عدنا لفظ نستورد من ايران يعني هذا القاتل المحروف هذا بالعمارة البصرة كل محاضرات عندنا من رب العالمين هم دولا متقزدين هم نعم متقزدين يا الولاي اهم شي احتي ايران اهم شي نستورد الراس من ايران رب العمر من الناصرية كان معنا شكرا لك يواجه العراق الذي نشأت حضارته على ضفتي دجلة والفرات مصيرا كارثيا جراء شح المياه التي تراجعت كمياتها الى مستوى ينظر باحتمال فقدان مياه الشرب في ضوء انخفاض الماخزون المائي الاستراتيجي الى سبعة مليارات ونصف المليار متر مكعب للمرة الاولى بتاريخ البلاد وفق ما اثادت به وزارة الموارد المائية وقد قلصت الحكومة في العراق العام الماضي مساحة الاراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية الى النصف بينما استبعدت محافظات معينة من الخطة بالكامل وذلك في الوقت الذي كشف فيه مؤشر الاجهاد المائي الدولي عن ان العراق مهدد بان يصبح بلا انهار بحلول عام الفين واربعين مع جفاف نهري دجلة والفرات لا سامح الله الفيديو التالي يوثق حالة مأساوية ومزرية للماء الواصل لبعض مناطق اهالي البصرة وقد اظهر الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي تلوث المياه بشكل كبير حتى اصبح اشبه بالماء الاسم دعونا نتابع هذه الصور المتداولة اشتركوا في القناة نبقى مع ازمة المياه في العراق ومن البصرة ايضا في حي الحسين وسط المدينة احد المواطنين وثق بكاميرا جواله حال مياه الاسالة الواصلة الى بيوتهم والتي لا تصدح حتى لسقي المزرعات فكيف بالبشر كما قال فلنشاهد ام عراقية من اهالي مدينة العظمية في العاصمة بغداد والتي تقع هذه المدينة على ضفاف نهر دجلة لكن اهلها يعانون من شح المياه وعدم وصولها الى منازلهم منذ ايام ويؤكد المواطنون بانهم كلما يستفسرون من دائرة مياه الوصافة عن سبب الانقطاع تكون الحجة بانه يوجد صيانة دعونا نتابع حول هذا الموضوع او حول هذا الفيديو ما تحدثت به هذه الام العراقية من اهالي منطقة العظمية في بغداد شنو المي والله دنعاني معانا مش والمشان اربعة ايام خمسة احنا ما عدنا مي الله العظيم حتى رجنا توضى ما عدنا للتوالية ما عدنا يعني ما يصير هيكي اللهم ما يقبل تو بستفين امو احنا بستفين على المسنائي يصاكم ينقطعوا يجي ما عدنا خمس تيام حولي اكثر من الشهر يروحوا يجي يروحوا يجي مرات ما يجي نهائيا يعني ما يصير لازم يسوينا حال اللهم ما يقبل اي شيء انا شنو ذنبنا وادمكبار اذا كان تانكي خلاص المي بي كل خلاص وشل التانكيات ولا عدنا قطرة مي وبل مطور ميسحب حتى بالمطور ميسحب والله العظيم شون دا تتوضون نلا نتوضى لا الحمامات لا شيء الى الصبح احنا نسهر للمي وماكو مي نهائيا ماكو مي قالوا دا تشترون من بره دبات نشتري دبات من بره نتوضى بيها ونطبلتوالية وللحمام يعني ها الى متى والله العظيم حتى قطرة حجيني من البيت لان متمرمرين والله العظيم متمرمرين مو شو المجان يعني اللهم ما يقبل هاي شيء شون دنب هاي الاصفال كلها تتباتش من وراء المي لا دانوا نقول ما يمنشات الملت ناشين ناشد الثولة الى متى هاي شيء ناشد الحكومة يعني يشيت احنا شون دنبنا احنا شون هم عراقيين لماذا علق عراقيون حول ازمة شح المياه وتلوثها دعونا نتابع بعض التعليقات هنا يقول عمار يقول مشكلة شح المياه هو بسبب انخفاض منسوب نهر دجلة والتي تتكتم وتتجاهل الجهات الحكومية على هذه الحقيقة وتتذرع بوجود صيانة في مشروع مياه الرصافة الشمالي ام سيف تقول شنو ذنب هذا الشعب مي ماكو كهرباء ماكو بوغ أكو تقول حسبي الله ونعم الوكيل عليكم حكومة فاشلة ام آيان تقول اي والله مي ماكو يجيك عشر دقائق ويروح وكهرباء ترفيك لايت تقول دمرونا حسبنا الله ونعم الوكيل علي جاسم هو الآخر علق وقال حول موضوع شح المياه في العراق والله حرب نفسية على الشعب من عصابات فاسدة تتحكم بأمور البلد وبالأخص أيام الصيف كلهم مهما يكون موقعهم سفلة كما يقول علي جاسم أبو زينب بن نجف يعود الاتصال بنا عرضنا قبل انقطاع الاتصال معك أبو زينب حول موضوع الكهرباء في العراق يعني عودت تدهور الكهرباء في العديد من المناطق العراقية وعرضنا الآن مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن شح المياه وعن تلوثها في البصرة وفي بغداد رأيك مرحبا بك معنا أبو زينب مرة أخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني هذا ماكو بلد بالعالم وبلد نفطي صار له من الواحد وتسعين لحد الآن بلا كهرباء يعني سنترك ليش المرحلة خلنحسب من الآلثين وثلاثة إلى الآن عشرين سنة مع الجو موضوع الكهرباء إيران مسؤولين إيرانيين البارحة أو البارحة وقبلها قالوا يا أبي كل مستحقات إيران من العراق من الفلوس الغاز والكهرباء دفعها العراق واستلمتها إيران طيب شن المبرر القطع الكهرباء قام القطع النياها أربع ساعات الطناية ساعة ونص أو ساعتين زين ويطلع لك أحمد موسى هذا شهادة ثالث امتدائي خريج حوزة صدق كل ما عدري ويحتيه لك ناطق رسمي باسم الكهرباء لا علم ولا فهم إذا يجيبوننا مهندس فتصار لحشوخ مصطح السنة مهندس كهرباء ويصير ناطق رسمي باسم وزارة الكهرباء الشيء الثاني مال المي جانب دجلة أكثر منابعها هي من إيران الدول المتشاطعة كل دول العالم قانون أمم المتحدة يقول لك أيضا دولة منبع ممنوع تبني أي شهد أو تحول النار إلى داخلها أو تحولها إلى مباسل الدول الأخرى أو تقطع على ممنوع والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يؤخذ دون استئذان الماء والنار والكلة زيان ذو لا هم ما يفتهمناه هم يؤود لا هم ما كفر لا هم ما مجوس زيان ويطلع قبل تلك يا مواحد يعلق عليه يا أمن المستمعين من المشاهدين يقول إجدعوة متحامل على إيران مدمران يا نعلق شيء ببعض يعني هذا السلام الله عبالك نفط أسود بالبصرة مومي ويطلع لك هذا منافل موسوي من ذول الناجورين ناطقين اليوم على أحد القنوات يحكي على الصحفين والإعلاميين ها من يستحيي يقول أكثر الصحفين والإعلاميين العراقيين أكثر من نص يقول هم مثليين قل لسافل ابن السافل لو ما صحفين إعلاميين من يعرفك باقي أماعات من نكرات السياسة ثانيا وين شدت من بلطانيا شهرة العلم أكبر علم مثلي بالعالم بداية شهر حزب السفارة البريطانية ما طلع تلسانك وإلى الآن الموازنة ما صرفوا منها فنس واحد ومنحة الصحفين الإعلاميين لحد لا يكون شرحين بالغناط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله أهلاً أبو زينة من النجف كان معنا رسالة من أبو مالك من الولايات المتحدة الأمريكية يقول أستاذ عمر تحية لك ولجميع كادر قناة الرافدين يقول أستاذ عمر بصراحة أنتم وباقي المتصلين في قناتكم الموقرة دعا تضمون هذه الكتل السياسية اللي دعا تحكم العراقي يقول ليش السوداني مو راح يربط العراق بأوروبا بقطار سرعته 300 كيلو متر بالساعة والشعب العراقي ما يحصل على ساعة وحدة من الكهرباء يقول ليش تتوقعون بعد من هذول الحرامية يا شعب العراق كما يقول أبو مالك من أمريكا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا هنا بوتقة الحضارة ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمّة الآن أصبحت سبعة آلاف سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام ويتبع مقياسا من صفر الأكثر فسادا إلى مئة الأقل فسادا ووفقا للمؤشر لا يزال مستوى السلام العالمي في تداهور منذ 15 عاما ليبقى الفساد السبب الرئيس الناتج عن ذلك حيث احتل العراق المرتبة 157 عالميا من بين 180 دولة حول العالم ومن صور الفساد في العراق الفساد في تنفيذ المشاريع حيث تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا لشارع المعقل في البصرة بعدين تم إكساؤه خلال خليجي 25 ولم يمضي عليه سوى 6 أشهر بعد ذلك تم رفع المقرنص والتبليط من هذا الشارع في محافظة البصرة وتساءل العراقيون هذا فساد أم هدر في المال العام أم سوء تخطيط دعونا نتابع هذه الصور طبعا مثل ما جاء يشوفون هذا شارع المعقل شارع الرابط بأن نمر أربعة ما يعرف نمر أربعة ومحطة القطار المودي إلى خمسة ميل هذا الشارع تم تبليطه ووضع المقرنص تحديدا شهر الواحد عام 23 يعني من خلال هذا العام في خلال خليجي 25 نحن اليوم 3-7-23 يعني فقط 6 شهور مر على تبليط هذا الشارع الرفع المقرنص ما نعرف شم السبب وتم حفر الشارع ما أعرف يعني اليوم الشركة أعتقد هي خلينا نقول تتحمل نفقات هذا العمل زيان هذا ما يعتبر هدر بالمال العام ما محسبين حسابات أنه هذا كيابول مثلا أنابيب تعبر منا مثل ما جاء يشوفون هذا المقرنص تم رفعه بالكامل وكذلك التبليط الحفر 6 شهور ما أعرف المشاريع اليوم بالبصرة كيف جايته دار اليوم هاي رسالة موجهة إلى جميع الجهات المعنية الدواء الرقابية عظام جس النواب عظام جس النواب عظام جس النزاهة أنه هذا مثل ما جاء يشوفون شارع يعني 6 شهور فقط بلط شوارع المعقل لكن اليوم الشركة رجعت حفرة الشارع بالكامل ورفع المقرنص بالكامل وما جاء نعرف هاي الأسباب تم زرع عشرات الأشجار من النخيل في محافظة القدسية ولكن جفت وماتت تكلفة هذا المشروع بلغت ملايين الدنانير العراقية ومن مخصصات المحافظة بعض الناشطين اتهموا المحافظة بإعطاء هذه المشاريع والاستثبارات لنواب وشخصيات متنفذة دعونا نتابع هذا المقطع المتداول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لاحظوا المقاولات الشيعة هاي المقاولة اللي هي زرع النخل اللي هي هاي مقاولة بخمس مليارات وكسور طبعا هاي هذا شارع الشوملي دغارة هذا الشارع هذا اجوا سووا وهنا نخل على اساس انه هذا النخل باوع جاب وعدل وهنا هذا انتهمات النخل هاي المقاولة بخمس مليارات وكسور يعني هذا اللي اخذها المقاول اللي اخذها هو يعني من الوزارة زين هذا من نسوه هيتشي وكتل هاي النخل واذا وهي المقاولة من اخذها به هاي المبالغ الهائلة ما الى حسيب ماكوا واحد يحاسبه ماكوا واحد يقول له تعال عمي انت من اخرت هاي الخمس مليارات وكتلت هذا النخل بحسب المواطن ومن سجل هذا المقطع يقول خمسة مليارات وليست ملايين خمسة مليارات من عراق مبلغ كبير احد الجسور في مدخل مدينة النصرية في ذيقار رغم الاعلان عن صيانته واكمال العمل فيه ضمن مشاريع اعمار محافظة ذيقار الا ان احد الناشطين وثق الفساد الحاصل في مشروع صيانة الجسر حيث تم ترميم طريق واحد وترك الثاني والترميم فقط هو اكساء الشارع دون اي تغيير يذكر على هذا الجسر دعونا نشاهد محمد الشاعر السودان رئيس وزراء انت رجال متستر على الفاسدين في محافظة ذيقار وانت داعم كل مسؤول فاشل في محافظة ذيقار هذا الجسر جسر الكون كريدي او جسر المدخل الناصرية الحي الصناعي طبعا هذه هذه دارة الطلق في محافظة ذيقار اعلنة عن صيانة هذه الجسر طبعا هذه الصيانة هي صيانة تطريحية من ضمن مشاريع التنفيذ مباشر في محافظة ذيقار هذا المشروع محافظة ذيقار يعني شمل من ضمن مشاريع في محافظة ذيقار بس شين مشمله شمله فقط باستبلير طبعا يجبكم هذا بيوم تسعة خمسة يعني الفين وثالو عشر اعلنت مجرية تطريحية جسر ذيقار عن صيانة هذا الجسر مدة عشد ايام طبعا هذا عشد ايام ودهب وليوم عشد ايام يعني عشد يوم طبعا هذا الشمل طبعا هذا شيء فقط بالتبنيت هذا انا رأيكم الجسر الزاني الجسر الزاني هذا موجود العلم هذا الجسر اشتغضه باللطبس واحد وهذا عفو من الناصرية ايضا الجسر الهولندي كما يعرف هناك تم رفع الاسفلت منه منذ اكثر من شهر وتركه بهذا الحال دون البدء في العمل به واكمال انجاز صيانته دعونا نتابع كيف حال الجسر الهولندي ان الجسر الهولندي هذا الاول هذا الجسر الهولندي الثاني طبعا الحقيقة اشوفوه تم قلح هذا الجسر مقارب يوم تسعة وعشرين خمسة الفين وعشرين و الى الان لم يتم العمل به نشروا مديرية الطرق والجسر قالوا بين هذا الجسر خلال عشرة ايام يتم العمل به ومتسلوا في الملاسف الشديد لحدنا صاد تقليل ما يتقارب كلام الداشر وضعية على حقته ورينو اربع نامة تقليلية الطرق والجسور ومتسلوا في الملاسف الهولندي ومتسلوا في الملاسف القديمة الى الان النات جاه يتعاني السواء جاه يتعاني ومتنبوا اشهدوا جهو المضراته بالسيارة يعني الحقيقة بادوا فلوسين وخلوهم يعني سواء وتسل دعونا نتابع بعض تعليقات الجمهور العراقية على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه المقاطع المتداولة يقول سيوفي النصري يقول لا صبغ ولا تخطيط ولا انارة ويجيك واحد يقول لك ما تخليهم يشتغلون يا شغل هذا شغل تلزيق وهدر بالمال العام عمار يقول فقط اسم مديرية الطرق والجسور ابو ليث البصراوي يقول هاي الحكومة المقرنص خمسة وعشرين سنة بس تبلط وتقرنص وتحفر ما عندنا غيرها ابني سد الخزن المياه أسوي الكهرباء لزقته بالمقرنصة حسام البصراوي يقول لعد شلون يستفادون يشتغلون شغل تعبان حتى وراء فترة يرجعون ويشتغلون من جديد نعم معنا اتصال ابو عمر من بغداد ورحب بك معنا ابو عمر يعني هذه المشاريع يعني أصبح يطلق عليها أما مشاريع متلكية كما بات هذا المصطلح متداول في العراق بعد عام 2003 أو مشاريع فاسدة نلاحظ نحن في هذا المشروع في البصرة بعد ستة أشهر من خليجي 25 تم رفع المقرنص وكذلك جزء من التبليد ليش ما توضع خطة ومراقبة حقيقية على تنفيذ هذه المشاريع مشروع مدة خمس سنوات لازم أو عشرة أو 25 سنة ليش كل شهر يجي نفس المقاول أو غير مقاول واحد يبلط واحد يرفع واحد يحط مقرنص واحد يشيل وين الخلل برأيك مرحبا بك معنا أبو عمر حياة الله أستاذ أحترام وحياة السلام وعليكم السلام وأستاذ المشاهدين الكرام يا أهلا بك أستاذ عمر نحن نعرف بالعراق يعني منذ غزو الأمريكان على العراق نحن كانت عندنا بناء تحتية وكانت عندنا جسور وكانت عندنا معامل ومصانع كل الأمور اللي كان بها العراق اللي فقدها قبل من بعد 2003 لحد الآن ما من هاي الحكومات اللي حكمة العراق انجزت هاي المشاريع من يعني يعني إلها مثل ما يقلون مكانة بالبلد وإلها كان ناس يعملون بها وإلها يعني يعني الصورة الصورة اللي واجهية البلد إذا كان بمغداب إذا كان بمحافظات بعد ما احتلال أمريكان للعراق بخلو هذول شلة الفاسدة وشلة الحرامية وشلة الأهزاب المصور كان من عدهم يعمرون اللي ما خربت عدوان الأمريكي على العراق لكن هم تركوا هاي الأمور راحوا للمشاريع اللي هم المتلكة وأكثر من آلاف مشاريع متلكة في العراق وبغداد ومحافظات كل هالنا ناس اللي يعرفون انه بنوا مجمعات سكنية بنوا مستشفيات سووا أمور كثيرة بأنه تخدم الشعب لكن الفساد الشوري من قبل هاي الوزارات اللي هم رئيس الوزراء والمدراء العامل والمنسوبين إلها رادين هاي الأحزاب الفاسدة فكيف يسرقون أموال العراق يمجزون هاي المشاريع يوصلوه للأساس ويترقون هذا المشروع يأخذون يعني قيمتها كامل مليارين أو أربع مليارات على بلا مستشفى يأخذها رئيس الوزراء أو الوزير المسؤول اللي عليها يستدمها بدون ما ينجز الأعمال اللي يكون بيها اللي يستفاد من عدد الشعب واللي يشغل أيادي كثيرة من الشعب العراقي بدون ما نطلب يعني البنغلاديش وباقي الدول الاحترام لها دول المجاورة اللي هي دخلتين عراق يعني بعد هاي الأمور اللي بصير عندنا يعني كثير يعني بسبب بسبب الفساد لا توجد مشاريع فعلية وحقيقية فيها العراق هذا اللي دعت أقصده مثل ما جاء فيه مؤشر مؤشر الفساد أو مدركات الفساد حول العالم نعم أستاذ عمر أحنا ما عندنا مشاريع أن نتخدم المواطن أي يكونها مشاريع اللي فيهم يعني مثل أساعة مشاريع عندهم يعني بناء المولات والكليات والمدارس الأهلية والمستشريات الأهلية هذه مشاريع خاصة هذه مشاريع خاصة وليست عامة نعم هذه مشاريع خاصة أيضا هذه الأحزاب يعني استفادوا من أده مبالغ يعني تدخل إلى زيوبهم سنويا يعني أكثر من مليارات تدخل أما المواطن اللي يريد لبناء مدرسة حكومية أو مستشفى حكومية أو جسر يختصرون به الزحام أو شوارع الخطوط سريعة تنبني شوارع أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا أبو علي من الديوانية تفضل أبو علي مرحبا بك أبو علي تسمعني أبو علي أبو علي أبو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك حبيب رضاق السياسين بالحالم يأخذون من الحالم ويبلون دولهم بسهل سياسين مالتنا يفرعدون من الضحفة ويأخذون دول الجوار يعني أسبب الدولية فهنا يجب أن يقوم بها ويقوم بحقوق ماذا يقوم بكثة فهنا وفي المدين يدعون من الأمور يتميزون فيها يعني يتوقف الوزراء السوداني ويأخذ هذه المدينة عن أسكان وعلى التربية وعلى شيئ لا يمتدون منهم بحسبهم لا 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 يمتدون منهم بحسب لهم هذا كل مصيرنا عندنا اعداد الادوانية مذهل هذا يتبع في نجاسها تبليط كهرباء أو ماء و رياض للادوانية محجورة و عفت الناس و الش�ado لا كهرباء لا تبليط لا ماء فقط في الظرائب الدوانية طال قام بكريسه يتبع أيضا من الناس طالب اكثر من 5 ملايين فقط في الظرائب الدوانية تأتي عراق فقط من خدمة المواطن لا هذه منطقة لدينا شارع 15 كيلو ومنطقة صاحية 15 كيلو رفضت لديها الدولة وتوى عرض موابل بالقادسية باقي من عندها خمس كيلوات أنا أشكر أن العالم الديوانية كان معنا نذهب إلى ملف آخر وهو معاناة المواطن العراقي خلال مراجعته إلى دوائر الدولة من محافظة ديالة دائرة الطابو في قضاء الخالص حال الدائرة يرثى لها كما قال عراقيون ومعلقون حول هذا الموضع المقطع الذي سوف نشاهده بعد قليل حيث المراجعون يفترشون الأرض خلال فترات الانتظار رغم شدة حرارة الشمس وتساءل مواطنون هل هذا حال دائرة حكومية ونحن في عام 2023 فلنتابع ونحن في دائرة نفوس في سنجار بمحافظة نينوى اشتكى مواطنون من عرقلة المعاملات وتأخيرها وشككوا بوجود هناك نوع من الفساد في الدائرة طالبوا بتنديد الفترات الزمنية لاستخراج البطاقة الموحدة دعونا نتابع هذه الصور المتداولة اشتكى مواطنون من الفترات الزمنية اشتكى مواطنون من الفترات الزمنية اشتكى مواطنون من الفترات الزمنية ونحن في دائرة نفوس سنجار حيث انتشر مقطع فيديو لاعتداء عناصر الشرطة على احد المراجعين وانهالوا عليه بالضرب اثناء قدومه لاستخراج البطاقة الموحدة فلنشاهد لاستخراج البطاقة المتداولة اشتكى موحدة لاستخراج البطاقة الموحدة سنجار البطاقة الموحدة فلنشاهد نعم نتابع بعض التعليقات حول هذه الصور على فيسبوك أبو نوري يقول الشرطة في خدمة الشعب مو تتجاوز على المواطنين مهما كان هو مواطن عراقي أكو سياقات قانونية تتخذ بحق المواطن المقصر لم يستقل مهما يكون السبب شنو اللي يمطيهم حق هيش يصرفون ويا المواطن نفس هالمواطن لو ظهر قوي وبالأحزاب كان قدر وهيش يساوون تساءل أما عبدالله فيقول حتى إذا كان غلطان ما يصير يساوون عليه وليه هاي مو من شيم الرجال رشيد يقول غير مقبول نهائيا المواطن إلى حرمته مهما كان السبب والشرطة هو في خدمة المواطن والمخالف يأخذ جزائه بالقانون ليس بالضرب المبرح أمام الناس عبر خدمة أنتترى التي توفرها قناة الرافدين للعراقيين وصلنا مقطع المصور من قبل موظفي العقود والأجور في الخطوط الجوية العراقية وقالوا بأن عددهم يبلغ 280 شخصا وقد استحصلوا على جميع الموافقات القانونية والمالية وبأن كتابهم موجود لدى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وقد تم تخصيص الفقر 25 في الموازنة بخصوصهم ولكن تم إلغاؤها من قبل البرلمان كما قالوا ورؤساء الكتل يقولون قد ضاعت حقوقنا ونشهد باسم الإنسانية أن يتدخلوا بشكل مباشر لحل قضيتهم ونشهدون كذلك لإيصال هذه الرسالة لأنهم أصحاب عوائل دعونا متابع ما قاله بعض الموظفي الأجور في شركة الخطوط الجوية العراقية نعم المجلس الوزراء أستاذ حميد الغسي يقول أخوته كان عقوب حقود الجوية العراقية وعدم أمر إداري وتعينه وداومه وفترة طويلة أصور فاجأوا وفسخوا عقودهم دعوهم دي شل السبب منعهم راحوا المكتب رئيس الوزراء وضعوا موافقة كانوا مروحوا الوزير النقل راحوا السيد وزير النقل وضعوا موافقة كانوا مروح أمان عام المجلس الوزراء يا سيد حميد صاني مأتب يتمتشهم يريد يقابلوك ما خلوا واحد ما راحوا له من مدير مكتبك والمستشعر الخاص ما يسمى إسام العقابي راحوا بيتهم بالمحمودية راحوا وراحوا وفت المسؤولين عبارة صاهرين شكلكم سلعة تنبع وتشغل ياهو اللي يريد يرشح ياهو اللي ينتخل انتخابات ولا يجيهم تعالوا ياهو يصوروا ياهو يروح اليوم مناشد إيلك يا سيد حميد الغسي أمان العام المجلس الوزراء ونت مسؤول وعندك قلار والكتاب يمنح صار لأكثر من 8 جهر علمي أجمالك حتى الآن ما موقع مناشد لك بسم الإنسانية هاي الشباب يتقابلك ومحالتهم كمير بس تعلم حسابات يمكنهم أولكم يوم موظفاته نساء المجال أخواته ويوم الناس كبار بالعمر تحرض على الوقت في العرب بأيجوا دولة الحين بار الشباب يبتلوهم يريد يقابلوهم بس مقابلة يعني صارهم أكثر من 8 جهر ليه ما خلوا واحد ما راحوا له شيع الفلسطينيون جثامين 12 شهيدا لقوا حتفهم على يد الاحتلال الصهيوني خلال العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها وقال جيش الاحتلال بأن أهداف العملية تحققت رغم تكبده ثمنا باهضا وفي حين توعد وزير الدفاع الإسرائيلي وافا جالانت بالتعامل مع الضفة بنفس نهج غزة كما قال واعتبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في جنين قد تشكل جريمة حرب كما أصيب في هذه العملية أكثر من 100 فلسطينيين وقد تصدر وسم جنين تحت القصف تويتر في عدد من الدول العربية دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم يقول الإعلامي اللبناني نزيه الأحدى يقول قبل أن تتهم المقاومة الفلسطينية بتعريض شعبها للمخاطر سن نفسك إذا احتل جيش قوي بلدك هل ستدعو للاستسلام لأن العين لا تقاوم المخرز إذا كان جوابك نعم اكتب اسم بلدك أما دكتور عايد الجريد فيقول حقيقة سقطت وجوههم القبيحة ولم تسقط جنين فإن العالم الذي انتفض لحريق مكتبة مرسيديا في فرنسا من هذه الانتهاكات الصهيونية يتساءل وفا أمير تقول جنين مدينة البارود الذي لا يهدأ ومدينة البنادق التي لا تزدأ تقول اللهم اكسر شوكة عدوهم وانصرهم عليهم أما وفا فغررتها الأخرى يقول في حاقد يحرق القرآن وفي منافق يحترم المصحف لكن يحرق المفاهيم القرآنية يصلي ويصوم ويسكت عن جرائم الاحتلال في جنين ولا تهمه دماء أخوته الفلسطينيين أعتقد بأن الثاني أشد جرما جنين يستباح دم أبنائها جنين تحت القصف وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة